هل كانت كارثة طبيعية؟ هجوم من مخلوقات غريبة؟ أو حتى تجارب عسكرية سرية؟ كل هذه الأسئلة تسأل عندما تم العثور على قثث الفريق كانت بعض التفاصيل مروعة بشكل لا يمكن تصوره تمزق الخيام من الداخل أجساد عارية في البرد القارس بروح غريبة لا يمكن تفسيرها ومستويات إشعاع عالية على الملابس حتى بعد أكثر من ستين عاما من التحقيقات ونظريات لا يذال الغموض يحيط بما حدث لهؤلاء المتزلقين سنلقي نظرة عميقة على القصة الحقيقية لحادثة ممر دياتلوف ونستعرض النظريات الرئيسية التي حاولت تفسير ما حدث مرحبا بكم في قناتكم تفقف في دقائق حادثة ممر دياتلوف ماذا حدث حقا؟ في شتاء عام 1959 انطلقت مذنوعة من المتزلقين الروس في رحلة استكشافية إلى جبال الأورال لكن ما كان يفترض أن يكون مغامرة شتوية عادية تحول إلى واحدة من أعظم الألغاز في التاريخ الحديث تعرف هذه القصة اليوم؟ بس حادثة ممر دياتلوف بدأت القصة في الثالثة والعشرين من يناير عام 1959 عندما انطلقت مذنوعة مكونة من تسعة المتزلقين شبان من جامعة أورال التقنية في رحلة استكشافية إلى جبل أوتورتا في الجزء الشمالي من جبال الأورال بقيادة المتزلق المخضرم إيغور دياتلوف الذي يبلغ من العمر ثلاثة وعشرين عاما كانت المجموعة تهدف إلى الوصول إلى قمة جبال أوتورتا وهي منطقة نائية وصعبة التضاريس لكن الرحلة تحولت إلى كارثة في الأول من فبراير أقامت المجموعة معسكرها على منحضر جبل خالات سياخيل والذي يعني جبل الموت في لغة السكان المحليين كان هذا المكان هو آخر موقع معروف للمجموعة بعد مرور عدة أيام لم تصل التقارير المتوقعة من المجموعات إلى الجامعة أو إلى عائلاتهم مما دفع السلطات إلى تنظيم فرط إنقاذ للبحث عنهم في السادس والعشرين من فبراير تم العثور على الخيام المهجورة التي استخدمتها المجموعة كانت الخيام ممزقة من الداخل وكأن المتزلقين حاولوا الهروب بسرعة على بعد أمتار من الخيام تم العثور على أولى القثث عارية أو شبه عارية وكأنها هربت بشكل غير منظم ودون الاستعداد للبرد القارس مع استمرار البحث تم العثور على بقية القثث في مواقع مختلفة حول المخيم كل منها تعرضت لقروح غريبة وغير قابلة للتفسير تفاصيل القثث عند فحص القثث لاحظ المحققون عدة تفاصيل غير عادية ومروعة إيغور دياتلوف تم العثور عليه ميتا على بعد حوالي 300 متر من الخيام وهو يفتدي ملابسه قزئيا ويظهر عليه علامات على محاولة عودة إلى الخيام يوري دوروشينكو ولودميلا دوبينينا تم العثور عليهما بدون ملابس تقريبا بقوار شجرة محترقة قزئيا أشارت التحقيقات إلى أن كلاهما تعرض لإصابات قسيمة في القنقمة والأضلاء لكن دون وجود علامات خارجية واضحة لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر القرس وتابعونا لإكمال هذه القصة المشوقة انتظرونا في البزء الثاني من حادثة ممر دياتلوف